موسيقى صدره احبتي الامام الحسين سلام الله عليه عندما تسمعون عرس القاسم وزواج القاسم لا تستكثروا عليه ذلك المسألة ليست مسألة زواج مثل ما تتصورون انما مسألة عقد مجرد عقد الامام الحسين عقد للقاسم على بنيه من بناته هذا معناه ان القاسم عندما يتقدم وعاقد هذا العقد في معنى كبير عند سيد الشهداء يقول الشيخ الدربندي في اسرار الشهادة يقول قضية المصيبة عندما تصل الى مستوى الكمالية والانتهاء كانت تقتضي هذه الحالة والعادة ان الامام الحسين يعقد للقاسم على احدى بناته الصغار وانا حسب رؤية للموضوع عقد تحريم وتحليل بس ليس اكثر من ذلك موسألة زواج ولا مسألة انما جعله على هيئة العريس هكذا ولبس هذا الكفن بابيه امي وتقدم خرج القاسم ودموعه تجري يبكي ايضا كان يبكي على عمه الحسين ويقول ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لاسقوا صوب المزن نزل يقاتل قتال الابطال لكن قبل ان ينزل الى المعركة الامام الحسين قال له بني قاسم حد الى الخيمة وودع بنات رسول الله احطنا به من كل جانب ومكان الان صور المنظر صور الموقف احطنا به من كل جانب ومكان انا اقرأ هذه الابيات دائما اترطب قلبي لزمة ارشابة سكيانة وعمتة بحلقة شم ومن الخيمة ضومة طلعت تنادي امة يبني جاسم هالوقت حيلك العمك ضم الهاليوم انا ذاخرتك بالك تخيب اظنوني هز الرمح وتشن يا والدة تدعيلي رايح انا يا والدة من غير ما تقليلي عمي عمي وحيي يدب كربلاي المنظم الحالي وانتي وعمت زيانب لمن اغير انخوني لكن عندي وصية يا رملة يا امي وصيت يم وصية تسمعي اللفظ جوابي ما هذه الوصية وصيت يم وصية تسمعي اللفظ جوابي شبال لو شفتيهم بالله دذكر شبابي الله حسين